اشتركوا في القناة اي كاي شيء انا بتكلم فيه هو الذي سيأتي في الامتحان مش شرط ان الكل كتاب يكون معنا الطرابات الشخصية المحددة والطرابات الشخصية هي انماط سلوكية عميقة الجذور ومستمرة تظهر على شكل استجابات غير مرنة لنطاق عريض من المواقف الخاصة والاجتماعية راح نشوف ايش هي بتعقس الانحرافات شديدة عن اسلوب الذي ينتهجه الشخص العادي في ثقافة بعينها دم يفكر ويشعر خاصة عندما يتعامل مع الاخرين من هذه الاضطرابات خلينا نأخذ عدة نماذج من الاضطرابات الشخصية اول شيء اضطراب الشخصية البارونويدية او بسموها الاضطهادية ايش هي الشخصية البارونودية او الاضطهادية تسمى بالعمية جنون العظمة وتتميز هذه الشخصية بعدم مغفرة الاهانات ولا تتقبلها مطلقا الشك والميل لتشويه الاخرين يعني هذا مهم انه احنا نعرفه في حياتنا كيف نتعامل مع هذه الشخصيات صاحب هذه الشخصية عنيد متصلب فيما يعتقد انه حق ويهتم بالتفاصيل والدقائق ويهتم دائما بالاوامر والتعليمات وينفلها بحذفيرها وعلى الوجه الاكمل كمان هي حالات متطرفة قد ينتهي بها الامر للتقوق والبعد عن الناس وقد يبدأ في تقديم الشكاوى ورفع الدعاوى القضائية ولا يتعب من تتبعه ويظل يستأنف الى خسر قضية يعني نفس طويل هذه الشخصية الاضطهادية حتواجهنا في حياتنا هذه الشخصيات كما انه يحجم عن الثقة لا يثق في الاخرين ويلومهم عندما يكون هو نفسه مذنب وهو غالب يتسم بالعدائية يعني والغضب والغيرة بدرجة مضطرفة هذه الشخصية ايضا تكون مشغولة بالشقوق عن الولاء واخلاص الاخرين لها وعندما يدرك ان شخص ما يستغل او ينتهك ثقته وهو ينحضر نحو الاتيان بصر تتسم بالغضب والكراهية هذا النوع الاول النوع الثاني اضطراب الشخصية شبه الفصامية الشخصية شبه الفصامية لا ترغب او تستمتع بالعلاقات الاجتماعية وغالبا علاقات الوثيقة مع الاخرين تكون محددة لازم يتميزوا ما بينهم وتفضل القيام بالانشطة التي تتسم بالعزلة ويبدأ الفرد شبه الفصامي الكسل ولديهم مشاعر واهنة ازاء الناس الاخرين يعني كثير ناس بيقابلونه في حياتنا بيستغرب من سلوكهم لكن لو دققنا في حياتهم او في شخصياتهم راح نلاقي فيهم بعض الامراض او بعض الاضطرابات هؤلاء الافراد من النادر ان يقررون او يظهروا فعالات قوية للجنس او غير مهتمين به ويخبرون انشطة قليلة تتسم بشاعة السرور كما يبدي برودا عاطفيا وهم قللوا الهوايات واذا وجدت فهي فردية كصيد الاسماك مثلا وعلى عكس الشخصية للطهدية فهم لا يأبهون لمن ينتقدهم ويصاحب ذلك عدم القدرة على اظهار العداء وغموض الاهداف والانطواء هذه الشخصية وين بنلقيها بين الصغار المغضفين والعمال غير المهركة عمال التراحيل ذوي المرتبات والاجور البسيطة على الرغم من كبر سمنهم وطول خدمتهم وليس صعبا او قد يكون من الصعب جدا اذا لم يكن تاريخ المريض معروفا يعني صعب ان نفرق بين الشخصية الشبه الفصامية والفصام البسيط او الفصام المتبقي اضطراب الشخصية الشبه الفصامية غير شائع بين المرضى المنومين او المترددين على العيادات النفسية فنادرا ما ينشدون يعني بروحوش يتعالجوا وتظهر ملامح شبيهة بالشخصية الفصامية ولكنها ليست اصيلة في المهاجرين والمغتربين والمنكلين من مجتمع القرية الى مجتمع المتحضر حيث يبدون باردين ويبدأ في الطفولة والمراهقة النوع الثالث اللي هو اضطراب الشخصية المسمى بالطابع الفصامي النمطي هذه الشخصية تتميز بنمط متعمق من غرابة التفكير والمظهر والسلوك شو بنواجه في حياتنا انماط كثيرة من البشر احيانا يعني نحتاروا كيف احنا نسميهم كيف انه نفهمهم او كيف نتعامل معهم هذا العلم بيخلينا نفهم شخصياتهم يعني في ناس غريبة التفكير والمظهر والسلوك يتميز المضطربون بقصور علاقاتهم الاجتماعية ويضطرب لديهم محتوى التفكير حيث يشمل افكار الطهدي بفكار افكار الطهدي واعتقادات غريبة لا تتفق مع افكار مجتمعهم وتؤثر على سلوكهم كالاعتقاد في الخرافات والتفكير السحري وتخيل علاقتهم مع الاخرين بسبب نقص التعبير الوجداني فمن النادر ان يظهروا تعبيرات في الوجه كالابتسام والانفعال كذلك تتسم بالانزعاج الحاد والتشويه المعرفي والادراكي هذا هو الطراب الشخصية المسمى بالطابع الفصامي نوع الرابع الطراب الشخصية الوسواسية القهرية هذا ينشل ذو الشخصية الوسواسية القهرية الاتقان الذي يصل الى حد الكمال والدقة المفرطة ومشاعر الشك والحضر الشديدين وسواس يعني واتباع القواعد والنظام ويميلوا للسخرية والتهكم وتركيزهم على اداء العمل ليس بالضرورة من اجل زيادة الانتاجية وتحسينها هذه الشخصية تكون جامحة يعني غريبة غريبة الاطوار متطرفة تفتقر القدرة على اتخاذ القرارات كذلك تعاني من صعوبات في تنظيم الوقت وتنغمس في التفاصيل واجراءات المشروعات التي لا تكتمل ابدا كذلك تعاني من ضحالة العلاقات الاجتماعية وهم عموما غير مرنين لا سيما فيما تعلق بالقضايا الاخلاقية لا يقدر الافراد المصابون بهذا الاضطراب على رمي الاشياء البالية وعديمة القيمة وطرحها جانب لا يقدر حتى اذا لم تكن لها قيمة عاطفية ويعارضون القيام بمهام المندوب او المفوض طيب في ايش بينجح افراد هذه الشخصية ينجح في الاعمال التنفيذية والادارية فهم مديرون او اداريون ماليون ممتازون وينجحون في القيام بالمشروعات الكبيرة وفي اعمال المكتبات والارشيف والسكر يعني لاحظوا وسواسي يعني خلاص بيظلوا يعني مركز في شيء معين ولكن اذا زادت سمة الوسوسة عن حد معين فان الانسان يصبح معرضا للقلق الشديد النوع الخامس بنسميه الطراب الشخصية الهستيري تتصف صاحب الشخصية الهستيرية بالتقلب المستمر في الوجدان والعواطف ولذلك تحب النوم لتكره الغد ثم تبحث عن حب جديد وهكذا وتتصف ايضا بالخيلاء يعني بالتباهي وحب الذات حب الثناء حب ناس تفني اطراء والمديح والتظاهر حب المظهرية والظهور والتبرج والمسرحية في السلوك لإثارة الانتباه اليها وبالعجز عن إقامة علاقات ثابتة مستمرة لأنها هوائية متقلبة هذا شخص هستيري يعني اللي كل يوم بمزاج اليوم بصاحبك مكرة بزعل معاك متقلب هذا شخصية هستيرية تتميز كذلك بالبحث عن الانتباه والاهتمام كما تتصف هذه الشخصية بالثوران أو الانفجار العاطفي اللاعقلاني وشخصية متقلبة الأدوار وتعاني من قصور في الضبط الانفعالي أو العاطفي وعدم الاتساق في ردود أفعالها كما أنها ضحلة في انفعالاتها وفي السلوك الجنس الواضح كما أنها شخصية مغازلة وتتسم بعدم النضج هستيري كما أنهم يظهرون اهتماما قليلا بالإنجاز الذكائي والتفكير التحليلي ولكن غالبا ما يكونون مبدعين ونديهم قدر على التخيل ويتأثرون بالآخرين كثيرا ويستجبون مبدئيا لاي شخص صاحب سلطة قوية لاعتقاد بأن إمكاني تقديم الحلول السحرية لمشاكلهم تكثر شكواهم من ضعف الصحة والأعراض الجسمية مع الطراب الآنية يعني الطرابات بشكل متواصل هذه هي الشخصية اللي هي الهيستيرية الطراب الشخصية الاكتئابية يميل صاحب هذه الشخصية الانعزال ويركن إلى التشاؤم متشائم لا يجد في حاضر الحياة متعة مكتئب ولا يتشوق في المستقبل أملا يجذبه أو يجذبه إليه يشعر بعدم القدرة على العمل والإمداع كثير احنا بنعالم الاختاب على فكرة هذا يعني لو احنا بننقيسه على حال نلاقي حال أن احنا بنعيش هذا الشيء وإن شعر بذلك لم يجد في نفسه الدافع الكافي للسعي إلي إدراكي وهو إلى جانب ذلك عظيم التحسس متحسس المسؤولية تمتع بضمير قوي يحاسب نفسه على الخطأ ويلوم نفسه لأقل الأسباب ويحمل نفسه أكثر من حقها من المسؤولية عن ما يجري حوله وفي بعض الأفراد تمتزج هذه الخصائص بسرعة انفعال حساسية وقد يصل ذلك إلى حد الهياج ومن البديه أن صاحب هذه الشخصية أكثر حظا في تعرض لإصاب مرض الاكتئاب كما أن حوادث الانتحار أكثر وقوعا في هذا النوع من الشخصية يعني من هم أكثر الناس اللي ممكن يكونوا أرضا للانتحار اللي هم أصحاب الناس المضطربين اكتئابيا طرابات الشخصية الاكتئابية أكثر شيوعا ومعدلات انتشارها متساون بين الذكور والإناث تحدث في الأسر التي بها الطرابات اكتئابية ابني جي الآن إلى آخر شخصية أو آخر الطراب اللي هي الطراب الشخصية النرجسية في محاضرتنا اليوم طبعا الأفراد ذو الشخصية النرجسية نسمع كثير أن هذا فلان نرجسي هذا فلان مزاجي هذا فلان مضطرب فالشخصية النرجسية لديهم طموحات تفوق قدراتهم وهي مبالغ فيها ومشغلون بخيالات عن نجاحاتهم المبهرة وهم يحتاجون إلى الانتباه والإعجاب وهم في حاجة إلى أن يصبحوا مركزا للاهتمام مثل الشخصيات التاريخية وعلاقاتهم الاجتماعية تكون مضطربة من خلال نقص التعاطف يعني إذا الناس متعاطفوا مع هذا الشخص اللي بيعتبر حاله أنه طموح وما إلى ذلك فيصاب بأداء النرجسي كذلك لديهم مشاعر الحقد والغطرسة والعجرفة يعني لك شخص نرجسي وفرط الحيوية والتفاخر والثرثرة والسلوك المستبد والاتجاه نحو الانتقاص من قيمة الآخرين والإفراط في إبداء الأفكار المتطرفة والإفراط العاطفي والشرود عند محادثة الآخرين والحرص على النظافة كثير ولكنه أيضا عنيد في الرأي ولا يقتنع بسهولة بوجهة نظر الآخرين ولا يتساهل مع الآخرين يعني في كثير أنماط من الناس بتواجهنا في هذه الحياة بهذه الخصائص حتى أنه إحنا فعلا بنحتار كيف نتعامل معهم عشان هيك لازم إحنا نعرفهم كدارسي للصحة النفسية إن المريضة بالاضطراب الشخصية النرجسية يستغل للآخرين ومن المشاعر الدفينة التي قد تختفي تحت الإحساس بالعظمة والتفخيم والحاجة للإعجاب الحساسية الشديدة وسرعة التأثر بالنقد أو اللوم وتقدير محدود للذات ويوجد في سيرة صاحب هذه الشخصية منذ طفولته ما يشير إلى الكذب والسرقة والاقتصاب والحراف الجنسي والإدمان ويعتقد أن مشاكله خاصة وميزة وليس لها حل لدى عامة الناس هذا هو اضطراب شخصية الإنسان النرجسي اللي إحنا كثير بنسمع عنه يعني أنا بدي أكتفي فقط بالخمس اضطرابات للشخصية يعني المطلوب معنا غير هيك إن شاء الله مش رح يدخل معنا في الامتحان أشكركم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى محاضرة قادمة إن شاء الله وبالمناسبة أنا أختار لكم هذه المواضيع من هذا الكتاب وأبحث عن الشيء المهم ولازم تتابعوني من خلال الفيديو اللي أنا بأتكلم فيه لأنه مهم كثيرا جدا شكرا وإلى اللقاء